أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الجهود التكملية المخلصة التي تبذله من قبل كافة أعضاء فريق البحري هي الأساس الذي تتحقق به الإنجازات والتطلعات وبعزائمهم تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها الرائدة على كافة الأصعدة مشيرا سموه إلى همية موصلة العمل بروح الفريق الواحد والذي يضع نصباء أعينه دائما رفعة الوطن ونمائه تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء السمو وحفظه الله في قصة الإقضابية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان بن سلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسية الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارات وصناعات البحرين حيث نوه سموه بجهود أعضاء السلطة التشريعية خلال دور الأقال الثاني من الفصل التشريعي السادس لافتا سموه إلى ما تم تحقيقه على صعيد مختلف المسارات التنموية من منجزات تصب في مصلحة المواطن والتي كانت نتائج التعاون البنى والمتقدم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكدا سموه أن خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته هي الغاية الأسمى في العمل الوطني ويجب أن تسخر من أجلها كافة الإمكانيات والجهود مشيرا سموه إلى همية استمرار العمل بذات الوتيرة وتعزيز أوجه التعاون بين السلطتين بما يعود بالخير والنفع على الجميع وقال سموه أن إنجازات كافة أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي مع مختلف مواقع المسؤولية تبعثوا على الفخر والاعتزاز ونشد على أيديهم لموصلة تحويل التحديات إلى قصص نجاح نستلهم منها لبناء حاضر ومستقبل البحرين المشرق الذي يطمح إليه الجميع مشيرا سموه إلى الحرص الدائم على تعزيز تماسك النسيج المجتمعي المتنوع لمملكة البحرين لما يمثله من قوة وأساس نواصل البناء عليه من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة من جانبهم أعرب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشهرة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يبديه من متابعة مستمرة واهتمام دائم لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق الخير والنماء للوطن وابنائه مؤكدين وصلت العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة ترجمة نانسي قنقر